أزمة أهل الخلاف اليوم أن الواحد منهم إذا سألته من إمامك لا يعرف بماذا يجيب من إمامك أيها البكري أجبنا أرجو أن تسألوهم هذا السؤال إذا ما اتصلوا من إمامك؟ من إمامك اليوم؟ لعل بعضهم يجيب رئيس البلد الذي أنا أعيش فيه يعني المصري يقول إمامي عبد الفتاح السيسي المغربي يقول إمامي محمد الثالث الكويت يقول إمامي مشعل الأحمد من يعيش في الجزيرة المحمدية يقول إمامي محمد بن سلمان أو والده المفروض ولو كان ديكورا الآن سلمان مثلا اللي يعيش فيه عمان يقول السلطان هيثم موشكل اللي يعيش في الإمارات يقول محمد بن زايد كل واحد سيقول هذا إمامي صحيح المفروض هكذا هذا ناهيك عن من يمكن أن يخطئ ويظن أن الإمام يعني تسأله من إمامك؟ يقول ابن باز مثلا أعرفتشون؟ أو يقول من إمامك؟ يقول الألباني مثلا هذا مضيع يعني هذا مضيعها حتى في الفقه البكري أو في المعتقد البكري كلام هذا يدل على أنه جاهل فالإمام في مفهومهم ولي الأمر يعني هذا هو الإمام يعني الحاكم عرفتو؟ هذا في معتقدهم طيب هل هذا يكفي لكي لا تموت أيها المسلم ميتة جاهلية؟ يعني يكفيك أن تعتقد بينك وبين ربك أن إمامك عبدالفتاح السيسي؟ مثلا هذا هو ولي الأمر الذي تجيب طاعته وذاك أيضا يعتقد بمحمد بن زايد وذاك يعتقد فلان وذاك يعتقد فلان من الحكام هؤلاء الذين كل منهم أخذ قطعة من الأرض ويحكمها خلاص هو هذا كافي يعني أن تموت في هذه اللحظة لا تعد ممن مات ميتة جاهلية نقول لك طبقا لفقهك أنت وأقوال يا إمتك ليس هذا كافيا ترجمة نانسي قنقر لك